أهلا بحضراتكم من جديد طبعا عايزين نبارك لكل المصريين عقب الفوز بالأمس على فريق توجو فوز منتخب مصر في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون بإذن الله تعالى ومباراة كانت مهمة مهمة أنت تحصد الثلاث نقاط عشان تحاول تواصل مشوارك في هذه التصفيات نحو التأهل بإذن الله لبطولة الأمم الأفريقية ونحن نبارك لما كسبنا تسوينا مع منتخب جزر القمر في عدد النقاط كلمة صعبة شوية أن نقول أن منتخب مصر يتساوي في عدد النقاط في الصدارة مع منتخب جزر القمر لأن نحن منتخب مصر اسم كبير جدا وأكتر منتخب فاز ببطولة الأمم الأفريقية في التاريخ لكن في كل الأحوال هذه الظروف الحالية وهو ده شكل منتخب الحالي فأنا بالتالي عايز أتكلم على ردود أفعال الجماهير المصرية على السوشيال ميديا تحديدا بعد انتهاء المباراة بالأمس وأفعال كانت ما بين البعض بينتقده هو الأغلبية في الحياة كانوا بينتخب مصر والبعض الآخر شايف أن فيه ظروف هي التي أدت للأداء السيئة لكن تقريبا يعني 80% من اللي بينتقده منتخب مصر شايفين أن الأداء تحديدا يعني لا شكل ولا أي منظر جيد أو مستوى جيد أو أداء حتى جيد بالنسبة للمتخب مصر فيه مباراة الأمس وبيتسألوا يعني لسان حالهم كده يقولوا إن إحنا يا جماعة طب ما إحنا في المجموعة الضعيفة أو دي معانا توجو جزر كمر وكينيا وبنحارب عشان نصعد وما هنعمل ليه في تصفيات كاس العالم ومصرحة عندهم حق في الجزئية دي يعني يعني إحنا مفروض معانا مجموعة سهلة في المتناول يعني نقدر إن إحنا نصعد بسهولة نبقاش في الضغوط اللي إحنا فيها دي في المنافسة يعني وما هنعمل ليه في كاس العالم تصفيات كاس العالم هنعمل فيها إيه؟ هنتأهل الكاس العالم مع إن كاس العالم ده بقى مطلب أساسي ورئيسي ومفروض بقى ده من الأهداف الأساسية عند كل المصريين أنت دلوقتي أهم حاجة أنك توصل نهايات كاس العالم مش تقعد سنين كتير جدا ما توصلش وتوصل بعد فترة كبيرة وكلام من ده فيعني حاجة صعبة شوية الإمبارح وده كان رد فعل الجماهير يعني المصرية أو 80% منهم تحديدا وبالتالي نتمنى يعني أن المنتخب يبقى أفضل خلال المرحلة اللي جاية ومع الوضع في الاعتبار أن في الحقيقة يعني اللجنة الخماسية في التحادة المصر لكورت القدم بازلوا كل المجهود المناسب لمسندة ودعم الجهاز الفني المنتخب مصر ككل منتخب الأول تحديدا لكن المرضود ما يسويش أبدا أبدا يعني الجهد اللي بازلته اللجنة الخماسية ورئيس اللجنة الخماسية وأستاذ عمر الجنين في الحقيقة لكن نتمنى في كل الأحوال أن القادم يكون أفضل والبعض كمان ذهب ليه جزئة أخرى وهي تغيير في الجهاز الفني وإحنا لازم نغير الجهاز الفني أنت كده كده عندك مجموعة من اللعابين المميزين اللي بأي مدير فني يقدروا يقدموا أداء أفضل من كده لكن برضو الاتجاه ده يعني غير مناسب خلال الفترة الحالية يعني فيه مدير فني موجود لازم يكون ليه كل الدعم والمسندة ولازم يكون فيه أداء وشكل أفضل من كده وما فيش مفروض يعني مفروض يعني ما يبقاش فيه خلق الأي أعضار لأن أنت منتخب مصر عندك جيل مميز جدا من اللعابين بصراحة عندك الأهل والزمانك في نهاية أفريقيا عندك بعض المحترفين المميزين وحاجة جيدة كمان ممكن كمان نفس النفس